مؤخراً اطرحت اغنية احتفظت بيات عمرو 2019 العنوان لطب ابن فساني من توقيع ابن الفنانة العظيمة نادية ايوب وهو اناس العراقي ومن توزيع حميد دوسي والحمد لله لدت على شكل فيديو كليب والحمد للقاتت واحد صادة طيب وراني دابا مازال فلا بخوموسيون لانه ما فاتش علات قريباً واحد تاسد الاسابيع والحمد للقاتت واحد صادة طيب ودابرة كانت شغل على الجديد لان انا كتعرفي بان دابا والتي كانت توجد حتى اغنية وخصكت توجد الاغنية واحدة اخرى فكنتمنى ان شاء الله توفق جميع الفناني المغاربة وكان بعتليهم رسالة ديال المحبة وديال تضامن وديال نجاح بإذن الله ونشوفهم ديما 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 الفنان المغربي لفوق لفوق شوف انا اللي اساسي بالنسبة لي كيف مقود لك حنا فنانة وحنا اخوت قبل من اي حاجة وكتجمعنا واحدة راية اللي هي راية مغربية فكنضن بانا قوليو باش نتخاصموا نتصالحوا نتضامنوا نتعاونوا لان الهدف ديالنا نبيل اللي هو اننا احنا يصفراء ديال الاغنية المغربية ومن الواجب ديالنا انا نوصلوا واحد نبعتوا واحد صورة جميلة للعالم العربي باش ميقولوش لفنان المغاربة كيتخاصموا نبع بعدياتهم بالعكس انا ضد ومعا انا نكونوا مصدامنين مع بعدياتنا ونفرحوا لبعدياتنا لانا الزقاكرة ما غيرت ديالك تشي حد فمن الافضل انا نكونوا تنبغيوا بعدياتنا بالعكس ماشي نخباوي انا كنظن بان شبابية مئة في المئة غير هي انا كنحرص على ان شغلت مع محمد الشرابي اللي هو من الناس اللي نجحوا الاغنية المغربية ولي عندو واحد نظرة شابة جدا قدرت معا مجموعة من الاغاني ناجحة انا الشخصيات ديالي رازينة ولكن الاغاني ديالي شابة قدرت نقول بانا عندو واحد القلب عصري والناس ما كيعرفونيش كجولي زينفيت انو مسمعو الاغاني لانا كنظن بانا شبابية مئة في المئة و بالعكس انا من الفين وسبعة قدرت باغاني شبابية اللي عرفوني بيها الناس احلا بيك الوديو افك فوديل الوديو افك حاتيم عمور اللي هي عمور التقيبية اللي كانت تبدأت ام بوز بلا ديجيتال عندك لوقتها في الفين وثلتاش باقي مم مبدأت الحركة ديال ديجيتال انا غالي كنقول بانا ما كان ما عنديش ظهور مكتف بحكم انا عنديش غالات اخرى مي انا رازينة ومتقفة ولكن كن نسجل اغاني شبابية اللي غات عجب الشباب كنظن هذا صراحة واحد السؤال اللي دبه هاد بكثرت اللي تسولوني هاد السؤال ولي تمشيها انا نشوف راسي في التمثيل صراحة واحدة راسي في ننا بساف ديال المطربين او المغانيين عبر تاريخ الفن المغربي والعربي قدروا أنهم يكونوا ناجحين أيضاً في التمثيل أنا كنظن لماذا؟ إذا كان مثلاً شي غياليزاتور مخرج شاف بأنه محتاج أن يكون عنده محلو بروفيل ديال ليلة البرق ويكون يدال لها un bon encadrement артистيك un direcção артистيك لماذا؟ علش الله برقوة با قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابونه وفلاشين يوتيوب وبرتجوا الفيديو ديروا جام وتابعوا الدار على مواقع تواصل اجتماعي